بقرار حياة كريمة حياة كريمة تبقى عندنا في القرى حياة كريمة من غير حياة الناس رايحين حياة كريمة كفور نجوع في كل مكان كانوا مشرفين اليومين اللي فاتوا في بلدي شطورة مؤسسة حياة كريمة عشان احنا دخلين مرحلة تانية قعدوا مع مجموعة كبيرة جدا من اهلنا واهلنا يعني عشان بيسألوا الناس عندنا في شطورة وبحي سيادة لواء طارق الفئة محافظ سوهاج بشكره جدا وكل المسؤولين في سوهاج ومركز مدينة طهطة ومركز ومجلس قروي شطورة لهم جميعا وكل المؤسسات والجمعيات وكل الناس اللي هم يعني بيعملوا ادوار عشان الناس وايضا لجيشنا العظيم اللي هو بيتولى ايضا تنفيذ حياة كريمة في محافظة سوهاج فزي ما انتوا شايفين كده مسؤولين حياة كريمة قاعدين مع مجموعة كبيرة جدا من اهلنا بيسألوهم ايه طلباتكو تاني ايه طلباتكو عايزين نعملوكو ايه اكتر من كده يا جماعة في ايه طلباتكو ايه كنت بتكلم عساة الواء طاري الفئة محافظة سوهاج قال لي اللي مطلوب كله هيتعمل فقال لي اللي مطلوب اللي هما الناس عايزاه قال نحن ده بنعمل ده في كل القرى يعني بنروح للقرى بنقعد مع الناس طلباتكو ايه عايزين ايه النهاردة في قرية كذا الصفيحة مثلا شطورة هنا او هنا او هنا ايه اللي مطلوب واحد اتنينها عايزين مدارس طيب عايزين مركز شباب عايزين وحدة صحية عايزين طرق نعملها عايزين نعمل مثلا تبطيل الترع عايزين مشاكل وحدات كذا عايزين بريد مكتب بريد مثلا عايزين يبقى فيه بنك او يبقى فيه يعني مكينات صرف صرف آلي عشان الناس وكذا ومشاوير ويبقى عندهم جنبهم في البيو في الاماكن بتاعتهم كل الطلبات بقول لها حاكم كل الطلبات الصرف صحي لان القرى طبعا انتوا عارفين ما فياش الصرف صحي يتعمل مية كذا كهربا انترنت غاز كل الطلبات يا جماعة اتقالت قدام وفد مؤسسة حياة كريمة هي حياة وكريمة بجد انا بوريكو نموذج عندنا في شطورة النموذج ده كان اول مبارح بس كان عندنا شغل يوم المفاتل مكنتش عارف اعرض جزء من الفيديوهات اللي جاتلي من النات قدام حضراتكو هم عايزين مكان بيت ثقافة يبقى موجود عايزين شهر عقاري وانا بشكر نص شهر عمر مروان وزير العدل بشكره كمان جدا والسيدة وزيرة ثقافة ايضا كلهم بشكرهم اي حد النهاردة زي ان بقول كده السيد وزير العدل اتكلمته من فترة عايزين شوف حتة ارض وعلى طول نعمل فيش مشكلة حياة كريمة جايلكو يتعمل نعملكو مكتب شهر عقاري موجود وسيدة وزيرة ثقافة نفس الحكاية قبل كده سيدة ناسعب دايم ايضا سيدة الوزيرة الموجودة حالين حتة ارض ونعمل لكو بيت ثقافة اللي هو كان موجود وبعدين اتشال حصل فيه مشكلة اتشال فنعمل مكان افضل وبالتالي بقول لحضراتكو مفيش حد بيتأخر لان هناك تكريف من الرئيس اللي عايزينه القرى احنا رايحين عشان نصرف عايزين نغير حات الناس فقادي هو ادي اهلين اللي اتعمل في شطورة بيتعمل في جمع القرى المصرية طلبتكو يا جماعة تصل لرئيس الجمهورية وهناك تكليف لكل الناس اعملوا عايزين مدارس مثلا رفع كفاءة نعمل شوارع محتاجة رفع كفاءة نعمل طرق ما عندناش طبعا طرق مرصوفة ما عندناش اقول لا طريق مرصوف ولا طريق وكنت من فترة بكلم سيدة الوزير كامل الوزير وتم اعتماد الفلوس من سنة من سنة مبلغ عشان الرصف ولكن الرصف متأخر ليه عشان عندنا دلوقتي حفر عشان صرف الصحي وحفر كمان عشان مية وحفر كمان بعد كده هيكون عشان الغاز وكمان عشان الانترنت كل ده يخلص ده يتعمل آخر حاجة يكون الرصف لكل الشوارع وسيدة الوزير كامل الوزير واللي انا بحيه وبشكره رجل شغال ورجل بيشتغل وما بينامش صراحة شغال فبعت ايضا مسؤولين الطرق بعت سيدة الواء حسام الدين مصطفى عمل جولة عندنا في شطورة تحديدا من سنة وكمان محطة شطورة سيدة الفريق كامل الوزير محطة بتخدم الاف الناس والدنا اللي بيروحوا وبيسفروا فايضا يرفع رفع كفاءة ونعمل لا نغير ونعمل وبعت ايضا وزي بقول لكم لا يتأخروا ابدا اللي بتعمل عندنا بتعمل في كل حتة فيش حاجة بتطلب ما بتتعملش انا بدي بس نموذج على بلدنا فاللي بتعمل هنا بتعمل في كل حتة في مصر هي بتعمل في كل حتة انحنا داخلين مرحلة تانية قرية شطورة وبالتالي ايدي الدولة بتعمل ايه؟ الدولة بتشتغل الدولة بتصرف الدولة عايزة ترايح اهليها عايزة ترايح الناس عايزة تحل مشاكل ازلية عايشين طول عمرنا الناس عندها مشاكل مفيش طرق مفيش مية مفيش صرف مفيش كهرباء مفيش مفيش حاجات كتيرة جدا مشاكلة هائلة تعرض الناس عانت معاناة شديدة جدا ولكن النهاردة قادي حياة كريمة بيتحركوا بيعملوا حوار مجتمعي مع الناس حوار مجتمع عشان نسمع من الناس عشان انتوا مشروعات حياة كريمة محدش بيفرض عليك مشروع انت اللي بتطبق المشروع انت اللي عايز المشروع والدولة بتوفر لك حتى فيه اراضي بتبقى املاك دولة بياخدوها وبيعملوا ما دي ملك الدولة فيه اراضي عمدينها كتير ملك الدولة بياخدوها عشان يعملوا لنا المشروعات اللي احنا عزناها شرع قاري خدوه من ملك املاك دولة بيت ثقافة خدوه من املاك دولة مركز شباب خدوه من اعتقد مارد مائية والزراعة وحاجات خاصة بالدولة كل الحاجات ملك الدولة بياخدوها وبالتالي تتحول لمشروعات حياة كريمة مش هتفيد الناس طيب عزين واحدة صحية في جزيرة شطورة مثلاً وحدة صحية نشوف ارض ملك دولة يتعمل مركز شباب يتعمل سيد وزير شباب رياضة دكتور عشان في صفحة باشكره كده الشطورة اللي عازا بيه نعمله عايزين ايه في شطورة عناي والراجل ومحدش بيتأخر والله والله محد بيتأخر للينا احنا في الاخر بنطلب ايه طلبات عامة خدمات عامة ما عندناش حاجات شخصية قط ابداً لم ولن يكون الحمد لله مش محتاجينها خالص محتاجيني الخدمات العامة اللي قدام حضراتكم خدمة لأهالينا كلنا بنطلب بالأهالينا نعمل لهم يا ربنا قدرنا مع كل السادة المسؤولين ان انا بشكرهم جداً اللي بعلموه سادة الرئيسة عفتها السيسي بيعمل لستين مليون مواطن فانا بكلمك اهو احنا اهو جزء من الستين مليون قريتي بلدي طيب اللي يتعمل في شطورة هيتعمل في شيخ زين الدين يتعمل في العرب يتعمل في اماكن كثيرة جداً المدمر بيتعمل المدمر قرية المدمر جنبنا تبع طمة لانها مرحلة اولى لانه كمان في قافلة طبية الدكتور خالد عبافار وزير الصحة في قافلة طبية باعتها لي ارسالها 72 قافلة طبية راحة فين راحة المحافظات محافظات الجمهورية قوافل طبية القرى الاكثر احتياجاً المناطق النائية المحافظات الحدودية القوافل الطبية زي ما قال الدكتور حسام عبافار المتحدث بزم وزارة الصحة انه اطلقنا 13 قافلة يومي اللي هو النهاردة وبكرة في ام دومة لستقول لكم عليها في عندنا في طمة في طمة في سوهاج وام الرزق في كفر السعد في دوميات والاسمرات في المقطم والشباب عيون موسى في السويس ووحدة الامل في راس غارب في البحر الأحمر والفاشن في بنسويف والبيشة في أشمون في المنوفية مركز نصر النوبة في أسوان والرحمانية في البحيرة وبراني في مطروح وديشنة في قنة والمحلة أول في الغربية وابورديس في جنوب سيناء وانه اطلاق العديد من القوافل 72 قافلة طبية تجوبوا المحافظات بتشمل ايه بقى؟ أسنان جلدية نسا ولادة خدمات تنظيم أسرة أنفو أذن عظام جراحة رمض خدمات أشعة تحليل طبية سيد ضلياء يعني كل الاحتياجات كله بيروح له الناس عشان يكشفوا على الناس يكشفوا على الناس ويعالجوا الناس ما انت بتعمل ايه النهاردة؟ حياة كريمة وهي حياة كريمة حقيقية ترجمة نانسي قنقر